حصد لاعب المنتخب الوطني لكمال الأجسام واللياقة البدنية خالد السعيدي على المركز الثاني ووصفت مسابقة الفيزيك للرجال المقامة منافساتها في أسبانيا بمشاركة أكثر من 1500 لاعب في مختلف الفئات وأعرب البطل البحريني ووصيف بطولة العالم في مسابقة الفيزيك للرجال خالد السعيدي عن سعادته الكبيرة بالإنجاز التاريخي الذي حققه مؤكدا أن هذا المركز جاء نتيجة الدعم والاهتمام والرعاية الفائقة التي يحظى بها الرياضيون والرياضة في مملكة المحرين